وافق قضي محكمة صلح عمان محمد التروني على إخلاء سبيل موقوفي البحر الميت الثمانية بكفالة عضلية لكل منهم مع إصدار قرار بمنع السفر وكان وكلاء الدفاع قد تقدموا بثلاثة طلبات لإخلاء السبيل حيث تمت الموافقة على الطلب الأخير ونفى المشتكى عليهم الثمانية على خلفية حادثة البحر الميت خلال جلسة علنية عقدتها محكمة صلح جزاء عمان الأربعاء الماضي كانوا قد نفوا التهم المسندة إليهم من قبل النيابة العامة مشيرين إلى أنهم غير مذنبين ووجهت النيابة تهم التسبب بالوفاة الناتجة عن الإهمال ومخالفة القوانين والأنظمة والتعليمات